السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين إذن رهب يعني كلام كتر على الدراسة وهل سنرجع أم لا نرجع إحنا الشيء المؤكد كان بعض الدول يعني الدول اللي تخذت قرار أنها يعني تدرس أونلاين يعني مع المباشر مع التلاميذ وبتوفير الأجهزة والوسائل التكنولوجية إحنا في الجزائر ره وارد ومن الممكن جدا أننا رايحين نديرو دراسة عن بعد صديق أديستانس ره في البيت وره يقرأ نظن نبدأ في التحضير الوسائل يعني كل الوسائل التواصل الاجتماعي دونك هاد وقاع غادي رايحين يساعدو على أساس تكون فيها فيديوهات ويكون فيه الدعم فيها دروس تقويم دروس الدعم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يعني ويديرو دي فيديو رايحين يكونوا أساتدان متخصصين اللي رايحين يديرو دروس الدعم وتقوية إذن إحنا من هذا المنبر إحنا أنا نداء للوالدين للأولياء أولادكم سيفغي راهم إحنا ما ناشي نقولوا راهم في راحة تامة لأن العام ما زال مكملش لازم يديرو في بيكم هادي كملوا معاولادكم الدروس ويا ربي يولو كان نسو غاس كين يا ربي يولو كان غي ساعة في النهار ما تخلوهمش ينقاطعوا نهائيا على الدراسة لخطة غادي تلقوا مشاكل من بعد ما تنساوش باللي هذه السنة رايح يتحضر للسنة اللي من بعدها أي أبناء تحكم أي مستورة فيه اللي رايقرا في الابتدائي الأولى ولتانية رايح يتحضر للتالتة والرابعة وهي ماشية بالنسبة للامتحانات لحد الآن لم يرد أي شيء على التأجيل ولا على الناس هم يقولوا باللي غادي ما يمكنش السنكيام وما كاش بيهم هادا قعمة مناش هادي يعني كي نقولكم أخبار مغلوطة ما هيش حقيقية لحد الآن ما كان حتى قرار وزاري جاء لأكد هادي الأخبار احنا راينا نقولوا فرضية الدراسة عن بعد هادي راها يمكن من المؤكد أنا نقولكم باللي وقفوا مع أولادكم كملوا دروس تحكم وإن شاء الله يقدرنا ويبرد هادي الجمراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة